أهلا بكم أشهد وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أمس بن يامي بدور الملك محمد النسادس رئيس لجنة القدس في حماية المقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشريف ونوها وزراء الخارجية خلال أشغال الدورة 47 لمجلس الوزراء عاليا بجهود لجنة القدس في الوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة كما ثمنوا الدورة الملموسة الذي تطلع به وكالة بيت المال القدس الشريف في إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لفائدة المقدسيين ودعم سمودهم داعين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم المزيد من الدعم لهذه الوكالة للقيام بمهامها وأشهد الوزراء أيضا بإحداث المركز الثقافي المغربي بيت المغرب في مدينة القدس الشريف لإشاعة قيم التسامح والتعايش بين الثقافات والأديان السماوية الثلاث كما نوه وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بهذه المناسبة بالرعاية السامية للملك محمد سادس للمؤتمر حقوق الأقلية الدينية في العالم الإسلامي والذي منظم في يناير 2016 بمراكش وكذا دعمه الموصول لمنظمة الإسسكو لتمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأمثل وعبر وزراء الخارجية عن شكرهم للملك محمد سادس على تعيين الأميرة للا مريم سفيرة للنايا وهي الحسنة للمنظمة في مجال تمكين مؤسستها سواج والأسرة